عدد العمال الذين ينشطون في مجال تثمين النفايات المنزلية والشبيهة لا يتعدى خمسة آلاف عامل عبر كامل التراب الوطنية بمعدل تثمين 22 طن من النفايات شهريا للعامل الواحد هذا ما كشفت عنه الوكالة الوطنية للنفايات في حصيلتها الخاصة بتسيير النفايات خلال 2020 مرجعة سبب الغياب الفعلي لقوة عاملة محلية إلى نظرة المجتمع السلبية تجاه هذا النوع من النشاط مما يشكل عقبة حقيقية أمام تطويرها حيث تحوز البلاد حاليا على 39 مستودع فرز و11 مركز فرز عملي فقط ضعيفة المردودية بالنظر إلى هشاشة ظروف العمل وغياب الأداء التقنية فيما تتراوح طاقات استرجاع مراكز الفرز هذه ما بين 80 و100 طن يوميا لكنه يصعب بلوغ هذه الطاقة بسبب غياب الفرز الانتقائي الأولي في المصدر وأحيانا تبقى النفايات مخزنة عدة أيام قبل أن يتم جمعها وإرسالها في شكل سائب إلى مركز الفرز ما ينعكس على سلسلة الفرز ويجعل ظروف العمل صعبة بسبب الرائحة الكرهة وبالنظر إلى ذلك يصيخ براء الوكالة بالتركيز على تحسين مردودية مراكز الفرز المتوفرة وإنجاز مراكز فرز جديدة على مستوى مراكز الردم التقنية 79 التي لا تتوفر بعد على مراكز فرز ويضاف إلى هذه العوائق صعوبة الوصول إلى مواقع النفايات والصعوبة الحصول على عقار يتناسب مع أنشطة تثمين النفايات ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة